نكمل مع بعض في سلسلتنا التطور ليس علم حقيقي ونكمل فيه تلخيص القسم السادس التطور الكبير وحناخد دلوقتي مع بعض الجزء السابعين وهو الجزء الثاني من الرد على إدعاء تطور الأسماك لبرمائيات وحنتكلم على كائن باري قبل التكتالك زي ما قلت في نهاية الجزء السابق أنه بعد كل الفرح والانتصار والتهليل اللي عملوا التطوريين في سنة 2005 بعد اكتشاف التكتالك اللي من 375 مليون سنة اللي هي بالزبط ما بين الأسماك والبرمائيات اللي كانوا عايزينها وانتشرت في مناهج التعليم وهيسوا وصياحوا أنه أخيرا أثبتوا تطور الأسماك لبرمائيات بإيجاد هذه المرحلة الوسيطة خاب أملهم بل قدر أقول تحطم تماما ليه؟ بسبب اكتشاف تاني تم سنة 2010 بعدها بخمس سنين اللي أثبت عكس كل الادعاءات دي كلها ودمر هذه المرحلة الوسيطة بل دمر ادعاء تطور الأسماك لبرمائيات بل أقدر أقول دمر ادعاء تطور كل الكائنات الأرضية لأن ما فيش أي جدود ليها من كائنات ما هو اكتشاف أثار أقدام لحيوان بري طبيعي في طبقة في بولند يعود إلى حسب رضيط أعمار الطبقات إلى 395 مليون سنة يعني قبل ظهور التكتالك بعشرين مليون سنة كاملين وكائن رباع الأرجل بري يمشي وله أثار أقدام واضحة زي الصورة اللي قدام حضراتكم ويدرسات العلماء عاديها وضحت أنه كائن بري كلام ده اتنشر في ناشونال جيوجرافيك وغيره من المواقع العلمية ده كان بمثابة الكارسة لأن وضح أن الحيوانات البرية موجودة من البداية ده حتى لو تماشينا جدلا مع فرضيات أعمار الطبقات فالحيوانات البرية كده موجودة قبل ظهور أي مرحلة وسيطة بل جد المراحل الوسيطة لتطور الأسماك لبرمائيات الاشكالية الأخرى أن الخطوات كانت واضحة لحيوان بري رباع الأقدام زو أصابع واضحة ما تقدرش تقول عليه سمكة وزعانف عزمية ولا غيره لأن الخطواته واضحة وأكبر مما يدعوه لحدوث هذا طبعا لسه بيرسموه بيحاول يرسموه حاجة ما بين زواحف آسف برمائيات وأسماك ولكن هو الحقيقة كائن بري طبيعي وآدي صورة أصار الأقدام وتحليلها قدام حضراتكم على الشاشة يعني زواحف ربعية الأرجل دي موجودة على الأرض ومستقرة قبل تطور أي مراحل أسماك من زعانف إلى أرجل بها أصابع وغيرها ده حسب تقدير أعمار الطبقات عشان بس التوضيح اللي هو كل اللي عايزينه كان الباندريكثيس كان يتطور اللي هو من 300 و80 مليون إن يتطور إلى التكتالك اللي فرحه بيها من 375 مليون اللي يتطور للإكسوستيجيا اللي من 365 مليون ده قبل المراحل دي كلها من 395 مليون عندنا كائنات ربعية الأقدام بالأصابع عادية وبرية وحياتها الطبيعية جدا وأصار الأقدام للإناه شرح كتير من المراجع إشكالية ده للتطور زي حتى ما نشر في مجلة نيتشر في عدد 463 لكن الأمر ما توقفش عند هذا الاكتشاف لأنه ما كانش الوحيد بل اكتشف أثار أخرى في بولند في جبل الصليب المقدس وعاد المرجع اللي بيشرح هذا الأمر قدام حضراتكم بل اكتشف أن هذه الخطوات أوسع بكتير من اللي تقدر تعمله تكتالك ولا غيرها من الأسماك العظمية المزعومة لأن الخطوات بتاعته بيرصل عرضها إلى 26 سنتي يعني حيوان بري زاحف أو وتيفر يصل طوله إلى 2 متر ونص بل لها صفات مميزة لكائنات برية مرتفعة مرتفعة الجسم بتصير على أربع مش مراحل وسيطة بين أسماك وبرمائيات ولا حتى برمائيات بتصحف أو تجر جسمها بل اكتشف تشابه كتير يصل لطرجة التطابق ما بعد ذلك ما بين سمك التكتالك اللي بيحاولوا كانوا يقولوا أنه مرحلة وسيطة وسمك طبيعي اسمه سمك الجار اللي صرته قدام حضراتكم لكن الأسف انقرض حديثة سمك التكتالك مش مراحل وسيطة للبرمائيات ولا غيره السمك عادي منقرض السؤال الآخر أين مراحل التطور الكائنات البرية اللي تركت هذه الأسار اللي هم من 395 يعني جدودهم موجودة قبل من ده بكتير رغم كل الاكتشافات دي كلها من هذا الوقت وحتى الآن مصرين على عدم التخلي عن التطور ولا يزالوا حتى الآن بيدعوا أن تكتالك من جدود البرمائيات رغم ثبت خطأ هذا الكلام وبيتكلموا حتى الآن عن تطور الأسماك لبرمائيات رغم أن هم من عارفين بوضوح أن هي فشلت وحتى الآن بتدرس رغم أن عارفين أن تم اكتشاف أدلة تثبت خطأها ليه ترى؟ هل عشان ما عندهمش دليل تاني؟ ولا لأن التطور عقيدة مش هتخلى عنه مهما اللي أدلة علمية ضده تكلمت باختصار شديد لكن أنا عايز الموضوع بالمراجع وشاهدات العالماء يقدر يرجع للموضوع التفصيل في موقع ضعف الهواء دكتورغالي دوت كوم بعنوان التطور الكبير الجزء الثالث والأربعين والجزء الثاني من الرد على تطور الأسماك لبرمائيات